حيث قام الرئيس عبد الفتاح سيسي بجولة تفقدية فجر اليوم بالدراجة في مدينة شرم الشيخة تفقد خلالها المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخة كما التقى سيادته بعدد من الشباب والأجانب المشاركين في القمة خلال مشاركته في قمة المناخة حيث تفقد الرئيس السيسي الفعاليات المقامة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المناخ والمنعقد في مدينة سلام شرم الشيخ وشارك الرئيس السيسي في ماراتون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب المشارك في المؤتمر وذلك لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة حيث يوجد بالمنطقة الخضراء عدد من الأنشطة الرياضية الصديقة للبيئة مثل الدرجات الكهربائية وغيرها من الأنشطة كما توجه الرئيس السيسي لزيارة شباب اللجنة المنظمة والتعرف على دور غرفة العمليات المركزية التي تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم والتي تتولى مسؤولية تنظيم العمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر قب 27 واستمع سيادته لشرح مسؤولي اللجنة المنظمة حول الخطط والأعمال التي تم تنفيذها في قمة المناخ ومستوى القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشباب المتطوع ألوة على تقدير سريع للموقف التنفيذي للحالي للمؤتمر وكما حرص الرئيس السيسي على التحدث مع الشباب المتطوع وأعضاء اللجنة المنظمة وقد عبر سيادته عن إيمانه وثقته بقدرات الشباب المصرية ووجه الشكر والتقدير لشباب المتطوع على الصورة العالمية المشرفة التي يقدمونها عن مصر خلال قمة المناخة والعديد من الفعاليات الدورية التي شاركوا في تنظيمها سابقا اشتركوا في القناة